هذه الكنافة التي نكملها هذه الكنافة جيدة صدقوني واجربواها في هذه الطريقة أحسن لا تفترض أن ترى تبارك الله لك أتقن غالي اللهم إنسان يصوبها في الضرب وهم هذو كما يقولون لهم عشت البلبل المهمة ومتوما لن تخرجوا لا يزال لا تضيفهم كامل والعصر جيدة واطلع روعة زوين تبارك تحبها والله إني أحبها وأغليها وتهودها وبسود القلب ميت فيها أسمعها فيك اليوم وما أحس بالساعات أسمعها فيك اليوم وتحلالي الأوقات أسمعها فيك اليوم وما أحس بالساعات السلام عليكم كديرين بخير كديرين مع الصحيحة نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وللقاكم هذا الفيديو إن شاء الله فتحها جيدة ومرحبا بكم في قناة يومية أم شيماء مرحبا و ألف مرحبا وشكرا لكم بكثيرا على التعليق و أي واحد اشترك في القناة كان شكرا لكم من كل طلبي والله يجعل تذر بجازيكم بخير و يفقنا جميعا يا رب إن شاء الله اليوم سأقوم بكم الكنافة و كل ما يريدها و كل ما يريدها و إن شاء الله سأصابها بطريقة بطريقة و إن شاء الله سأتمنى سأ udah نزول يا ربنا و يحتاج فيها 500 غرام و قطعتها بطريقة و هنا حصول المناس و هنا حصول المناس تسبب الزبدة و قص master و هنا حصول المناس حصول المناس و هنا يجوز و هنا نصف النشاء بل نسبة كريم هنا أصبح كنافة هنا أصبح كسان نصح الحليب و كسان ساندة كبار هنا أصبح كبار و أصبح مرنش سميدة هنا أصبح كمع القاعدة هنا أصبح مصدية و 170 كرم القجدة إن شاء الله سأقول لكم كيف تكون و كيف تكون القجدة لها أخذها فحد محل و صورتها لكم في الفيديو مهم تابع مع المراحل كامل و أي شيء سأخذها لكم و مرحبا بكم أول شيء سأخذ القاعدة لكي يتصاب لكي يبرد هنا هنا تقريبا نضب المقادر نضب 4 كسان السندة و 4 كسان الماء و 4 حامض و 1 كمع القاعدة المظهر نضب المقادر نضب المقادر بسم الله حصور كمع القاعدة و اضغط كلها يسك飯 نضب المقادر نضب السكر و اضغط و نضب الكنفة سوف نضع القنافة هنا بزبدة إذا قدرت نصف الكيمياء أو ماء من الكيمياء التي تكون لتحت سوف نضعها أكثر من الكيمياء التي تكون لفوق سوف نضع عليها كبيت نضع عليها بحلقة أو بشئيناء لدي لطف ماء القليل ساندة سوف نضع الماء مع المرنش 10 مدقيقة سوف نضع القرنز للنشاء مزهر كبيرة مزهر وكسان 1.5 حليب سوف نخلط سوف نحرك هذه الكريمة تتعقد لي سوف نضع قليل سوف نضع قليل كبيرة جديدة سوف نضع المرنشة سوف نضع المرنشة التي تستخدمها نضع إليها قليل ونضعها نضع الكريمة نضيف الكريمة الاخرى نضيفها بحلقة نضيفها من الفوق بشوية نضيفها لفرار ان شاء الله نصوف معكم نضيفها بحلقة شكل نضيفها تردو نضيفها ان شاء الله نضيفها ان شاء الله نضيفها 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 سوف نقوم بحلقة سوف ندهنهم قليلة و قليلة الزبدة سوف نضيف اللوز الداخل بالنسبة لكنافة الأولى التي اصابنا سوف نضيف القطر قليلة الزبيب قليلة البستاش قليلة الأكاجو قليلة الأولى قليلة قليلة سوف نضيف القطر سوف نضيف القطر و سوف نقوم بتحمر سوف نسقط سوف نضيف سوف نضيف الأساتف فيها المعنى والبندق سوف نضيف البستاش هنا سوف نضبح العصر سوف نحتاج هذا العصر هنا لدي 1 تفاح كبيرة لدي جوجة بانانات صغر و هنا 3 تفاح كبيرة و هنا 3 تفاح كبيرة و جوجة بانانات صغر و هنا سوف نضبح سوف نضبح الضوء رايبياد موجود في الحمض و هناك اناناس و هناك مله خلق المونج نضبح هذا مصر هذه كنافة نكملها هذه كنافة جزوينة تصدقوني ويجربونها في هذه الطريقة أحسن لا تفروج كل شيء يجب أن ترى حلقة تبارك الله على كتقن غالي اللهم الإنسان يصبح فضاء وهم هذو كما يقولون لهم عيش البلبل المهمة ومتاغم كيف تخرجون لأبقى ليشو حين أخرين ما زال ما حطيتهم شي كاملين والعسر دينا رتا وطلع روعة عزوين تبارك الله ما شاء الله شكرا لكم كثيرا شكرا لكم كثيرا و تابعوا الفيديو من الولد للخرق و أشكركم كثيرا و أتمنى أن نتلاقكم فيديو جديد إن شاء الله ها هي من قطعتها ها هي ذيك الكريمة كيف تخرج كيف تخرج كيف تخرج كيف تخرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر